مرحبا جميعا واهلا بكم في فيديو جديد في فيديو نورد ان شاء الله اقدم لكم معاشر حيال تسهل عليكم حياة المدرسة او تسهل عليكم الدراسة بشكل عام اذا دي اول مرة ليكم هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان الفيديوات توصلكم اول باول وقبل ما نبدأ احب اشكر ايمو ماز لان اتفرجت على الفيديو اللي فات اذا حبين ان الكومنت بتاعكم يتحط في الفيديو اللي جاي اعلقوا تحت بهاشتاج جيش الاشعارات وهاختر واحد من الكومنت علشان احطو في الفيديو اللي جاي واكتبوا لي تحت في الكومنت دوامكم في المدرسة او في الجامعة بيعود كم ساعة تقريبا ويلا بينا نبدأ بالحال معانا للنهار دا دايما بتوجه اني مشكلة اولا بحط الفلاشة في اللاب توب وعد اقوله انا حط وصح ولا غلط وعد ابص اشوف كده فعلشان نتفادى المشكلة دي كل علينا نعملو ان احنا نجيب ستيكر ونلزقوه على الجهة اللي احنا مفروض ندخل منها الفلاشة وبالتالي اول ما نيجي نشوف الستيكر هنعرف ان هادي الجهة المفروض ندخل منها الفلاشة في اللاب توب اكيد بتحصل لكم الحركة دي كتير بعد ما بتدبسوا الوراء بتاعكم بتكتشف انكوا دبستوا وراء قبل التانية فكل اللي حي مفروض نعملونا علشان بفوك الدبوس جيبوا الام رصاص اللي هو السنون دا واخدوا الغطاء بتاع المحايا اللي فيه من تحت وبعد كده دخلوا جوال دبوس من وراء وبعد كده بسن الالم من قدام شيلوا الدبوس ودلواتي تقدرو تشيلوا الوراء وتبدلو زي ما انتم عايدين وترجعوا تدبسوا عادي من الحاجات الغلط اللي الناس بتعملها هي لما تيجي تشيل ورقة الستيكي نوت بتشيلها من تحت الفوق المفروض لما تيجوا تطلع ورقة الستيكي نوت بتطلعوها من اليمين للشمال او من الشمال لليمين دا هيحافظ على الوراء اكتر خصوصا لو هتعلقوها على الحيطة واتوقع الفرق ما بينهم واضح جدا الحركة اللي جاية بقال كتير جدا بعملها وهي ان انا بجيب مجموعة من الستيكي نوتس وبلزقها في اول الدفتر او في اخر الدفتر بعمل بهم ايه مثلا الدكتور لو قال ملحوظة مهمة او مثلا حاجة مفروض نحضرها باكتبها في الستيكي نوتس بروح لزقها في الورقة بتاعت المحاضرة او في الصفحة اللي انا باكتب فيها المحاضرة عشان افتكر الحاجات داية الحركة اللي بعد كده ان احنا نستخدم الستيكي نوتس كفى واصل كتب مثلا اللون الاصفر يعني الصفحة داية مهمة اللون البينك معناها ان الصفحة داية مفروض اراجع عليها تاني وهكذا اكيد كلكم بتوجهوا ازمة السولتاب انكم تعرفوش تفتحوه بسولة خصوصا لو ما عندكمش ضوافر فكل علينا نعمله ان احنا بعد ما نستخدم السولتاب بتاعنا نجيب مشبك ورق ونحطه من الاخر نلزقه يعني علشان يكون زي علامة كده تقول لنا ان احنا مفروض نفتح من هنا او انكم تتنو اخر طرف من السولتاب بعد ما تستخدموه علشان برضو يبقى زي علامة ليكم كده انه مفروض تستخدموه من هنا المرة الجاية للحيلة اللي بعد كده نعمل دي اي واي سريع هنحتاج الاعواد الخشبية ديات وبعد كده هنغلفها بالواشي تايب اي شكل عادي هنغلفها كلها وبعد كده هنجيب الخيوط سواء خيط قطن او خيط صوف اي حاجة عندكم وهنربطها من الطرفين بحيث ان هو يكون عندنا زي تعليق كده وظيفة الدياي واي ده ايه ان احنا نعلق عليه الحاجات المفروض نفتكرها زي مثلا مواعيد معينة اعياد ميلاد او ابحاث او واجبات او اي حاجة مفروض تتسلم هنعلقها باستخدام المشابك الصغيرة علشان نفضل فكرنها دايما الحاجة اللي بعد كده حساها من الحاجات المهمة جدا خصوصا لو انتي من الناس اللي هي بتتحرك كتير او بشكل عام يعني محدش تعرف اللي ممكن يحصل واحنا برة مثلا اي حاجة تقطع مننا الشنطة المريول اي حاجة فخلي معيك دايما خيط وابرة بمعنى انك تدخلي الخيط في الابرة وتخليه جاهز على طول جيبي قطعة ورق مقوى او ورق عادية ولفي حوليها الخيط والابرة اللي انتي عملتهم وحطيها في شنطة الطوارئ بتاعتك عشان لو حصل اي حاجة تكون يجاهزة الحاجة اللي بعد كده بحسها من الاساسيات وهي انه لازم يكون معيك في المدرسة دفتر عشان تكتبي فيه مثلا الواجبات بتاعتك او مثلا لو عندك امتحانات تسليم مشاريع معينة او كده اكتبيها اول ما المدرسة تقولها في الدفتر علشان تفضلي فكريها اول ما تروح البيت شوفي ايه الحاجات اللي عندك وبدأ يبيها الحيلة اللي بعد كده هتنقص حياتكم لو انتوا من الناس اللي عندها خرامة بعينين والاسف بتعينوا معاها كل اللي انتوا هتعملوا وانكم تفكروا الخرامة من تحت وبأي قلم حددوا مكان خرم اللي انتوا معايزين تعملوه بعد كده لفو الخرامة يكون فيه فتحتين من تحت اول ما يظهر قدامكم النقطة اللي انتوا معاملينها بالألم اخرموا على طول وبس هو ده فيديو النهاردة اكتبوا لي تحت في الكومنت حابين الفتر اللي جاية اعمل فيديوهات عن ايه ان شاء الله وما تنسوش تتابعوني في حساباتي في انستجرام و تويتر بكون دايما هناك والحد ما شوفكم الفيديو اللي جاية ان شاء الله كنوا بخير والى اللقاء